تحياتي وأهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من درداشي إنجليزية اللي بيجيكم مني أنا محمد عواد كل يوم اثنين وبنتكلم فيها عن الدور الإنجليزي وأجواءه في حلقة اليوم حنتكلم عن معظم الكبار منشستر سيتي يونايتد ليفربول وحنتكلم عن أرسينال وتشيلسي حنتكلم عن عظمة وأسطورية صلاح حنتكلم عن شيء عن نيوكاسل ونختم أو نبدأ خلينا نحكي مع نورويج سيتي على السريع وخلال دائما مشاهدتكم بذكركم دائما إننا محتاجين منكم تعملوا لايك وتشتركوا بالقناة سيليبي سيبورت على يوتيوب خلو نبدأ مع نورويج سيتي هذا النادي يعني عكس كل شي بيعملوا لبريمير ليج عكس كل شي بيحاولوا يصورونا يا لبريمير ليج مايفهمونيش جمهورة تشيلسي غلط مش لأنهم فازوا عليه حنحكي عنهم بس هذا النادي يعني من آخر 7-8 سنين جوز قدم لاعب واحد لكرت القادم اللي هو ماديسون اللي راه على لستر ولعبي كويس بس هذا اللعب أصلا ضلهم يعيروا فاتطور بعيدا عنهم يعني فريق لما أجل أتذكر آخر 7-8 سنين إله في كرت القدم ما بتعرفش لشو بيعمل لا بيقدم كرة هجومية حلوة ولا كرة دفاعية حلوة بيطلع لاعب ثلاث مباريات وبعدين بيختفي اللاعب بلعب له مبارتين ثلاثة زي الناس في السنة ينتذكرهم بس ما دون ذلك ما عم بيضيف شي لا لبريمير ليج ولا لكرت القدم وطالع نازل من البرمير ليج لتحته ماشي أموره تبعا كمشروع تجاري ممكن رابح بس كشيء بيبردكت البرمير ليج بيمنتج البرمير ليج بتحسهم عاملينه عشان يردوا الحسد صراحة يعني هذا يعني معاناة كل ما أتذكر له مباريات من سنين ماضية لعبين اللي بعض اللاعبين اللي عنده مستحيل يكونوا ملاعبين البرمير ليج وحتى اللي بيبيحهم بعض اللحنان بأسعار غالية بتضمن 90% انهم مش حينجحوا بنادي تاني أما تشيلسي فحقق نتيجة مهمة استفاد من ضعف نورويتش عشان يستخدمه لرسالة معنوية مهمة جدا واستفاد أيضا أن يفوز بفارق كبير بالأهداف وبنعرف البرمير ليج بنحسن بفارق الأهداف وفارق الأهداف ما بنعمل بآخر جولتين بنعمل خلال الموسم لما تواجه فرق زي نورويتش ما تطلع غالبها واحد أو اثنين بتطلع صحقها صحق زي ما عملوهم شوفنا كوبازيتش اللعبي اللي عم بتطور كثير هذا الموسم صراحة وعم بيعطي عم بيعطي توخيل خيار جديد خيار جديد بإنه مين اللعب اللي يطلع من تحت الضغط مين اللعب اللي يلعب التمرير على الثلاث الأخير لاعب عم بتميز كتير جورجينيو موجود تشيلسي اللي لما تلعب ضده في شيء صعب انت ما بتعرف مين جايكي القول ما بتعرف مين اللي حيضربك آه في ممكن يكون لما يكون يلعبوا مش مصابين لوكاكو بيرنا بلاك تركز فيهم بس ما بتعرف مين حيجي القول وهذه ممضومة كاملة صنعها توخيل صنعت فريق كامل جماعي كل واحد فيه ممكن يتقدم ممكن يسجل ممكن يصنع فارق بحفاظ واضح على التوازن ما بين الدفاع والهجوم صراحة غدلوا بس مستحيل ما نحكي عن إدوارد مندي يعني حرام أنا اتطلعت اليوم على الحلقات الماضية مش حكي عنه أبدا مستحيل هذا ظلم الحارس مميز حارس أساسي بالفوز بدور الأبطال السنة الماضية حارس يعني اللي بيعملوا ببعض المباريات ببعض المواقف إعجازي انتصار رهيب أنا ما بعرف ليش الإعلام لسه ما رفع مندي كثير مندي من التب العالم بلا نقاش حتى الآن بناء على الأداء اللي بنشوفه منه حارس ممتاز بس حتى أنا مجد مستغرب ليش الإعلام مش دايس كثير في دعم مندي والروح على مانشستر سيتي والروح تحديدا على برناد دوسل طبعا مانشستر سيتي جوارديو لحتى الآن داخل التحدي الشخصي تبعوا أنه يظلوا يجيب جوال كثير بدون مهاجم بدون مشاكل وفي حلقة قديمة أنا شرحت بس عشان أذكر هون أنه فعليا ما تغير شي على مانشستر سيتي لأنه فعلا أجوارو ما كان يلعب وخروجه مش مشكلة فبالتالي الفريق حيكمل زي الموسم الماضي من دون مبالغات بتأثير عدم شراء هاركين وهذا اللي ماشي حتى الآن بس نركز أكثر على قصة اللعب برناد دوسل با لما تروح تشوف خريطة الحرارية في مباراته الأخيرة أنت بتشوف لعب فعليا عم بلعب بكل مرة كثير القدم في نفس المباراة هتشوف ضهير أيمن ، على وسط أيمن على جنع حجومي أيمن هتشوف ضهير أيسر ووسط أيسر وجنع حجومي أيسر هتشوف لعب بالمحور ولاعب ووسط هجومي لعب بتحرك بشكل رائع لاعب واضح جدا أنه فرهم جوارديولا كويس لأنه من الأول ما يجى على مشيستر سيتي مع جوارديولا تقريبا موسم واحد بس اللي لعبه مش كويس باقي المواسم كلها رائعة باقي المواسم دائما هو لاعب ذكي بيعرف دوره بيخدم أفكار جوارديولا بمرر وبتحرك وبيعرف وين لازم يوقف عشان يستلم الكرة بناء على طريقة دوران كرة مانشستر سيتي فهذا اللاعب كثير قريب من جوارديولا كثير قريب من فكر جوارديولا باحتياطي بيلعب أساسي بيلعب بلا مشاكل فعلى حال الوقت مش قادر أستوعب ليش كان مبعوب الصيف هل كان هاركين بيستهل هذه التضحية طبعا هاركين لعب كبير بس تستغني على اللاعب ممكن يخدمك بكل هذه الأدوار التكتيكية عشان توصل للمهاجم أعتقد قرار كان مش كثير حكيم من جوارديولا بوقتها أما أرسنال فعم بتقدم شكل جيد عم بفوز مرة ثانية وعم بيطلع من دائرة السحاب السوداء اللي كانت مسيطرة عليه والبداية السيئة جدا طبعا شفنا فريق عنده ناحية سرعة ممتازة عنده أكثر من لاعب سريع وفي السنوات الأخيرة صار يفرق السرعة بس الأكيد والمهم بهذا الفريق إنه ما يرجع أرتكة يعمل لعمله المرة الماضية يثبت على التشكيل يثبت على اللاعبين يلعب فيهم ويكمل يشوف المدربين الثانيين اللي بنفسوا أو بيمشوا كثير وبينفسوا على اللقب تقريبا ثابتين ما بتفلسفوا كثير عارفين المنظومة تاعتهم عارفين التوازن تاعتهم بيكملوا فيه هذا المطلوب من أرتكة الآن عشان ينجوا ومطلوب الشيء الثاني طبعا حكيناه في الماضي سوق انتقالات أو لما تشتري لاعبين وقف سياسة جرب واربح وقف سياسة روح تجيب لي لاعب من النيرويج يجب 25 مليون جاي من النيرويج دايركت ما عمرنا سمعنا فيه وما مرق بتجارب كويسة روح جيب لعبين مختبرين لعبين كويسين جيب لاعب على الأقل ضامن نجاح وأحسن من اتنين واحد منهم ممكن ينجح ونروح نختم حلقتنا مع مان يونايتد وليفاربول النتيجة الساحقة النتيجة التاريخية لحقق ليفاربول في ملعب أول ترافورد محمد صلاح أسطورتنا العربية بيسجل أول هاترك في الورد ترافورد في البريمير ليج لاعب رائع جدا زي ما شفنا وحديحكي عنه أكثر نروح على مان يونايتد لما تروحوا تشوفوا القول الأول بتشوفوا حالة توتر حالة رعب حالة خوف عند لعبين مان يونايتد كثير مباريات هذا الموسم والموسم الماضي في توتر رهيب لما يخسروا الكرة في شي من اللي كنت تحكيها يعني الرعب حالة هلع بتصيب اللاعبين لما يخسروا الكرة وبلش يركضوا بطريقة غريبة ففيجي الهدف فيها ذا ما تسألت إدارة ذهمية وواضحة فاشل فيها سلشاير مسألة ثانية هذا الفريق بلعب أفراد نتجدوا تطلع كيف بتحركوا مدافعينه بكثير أهداف السنة هاي والسنة هاي والماضية والمباراة هاي والمباريات الماضية ما في ولا لاعب فيهم تقريبا بتحرك فارقة ما عاشوا بصير معا لي جنبه يعني بتلقى بساكة طالعة وهذاكا مش عالق بعدها ذاكا بتطري روح يغطي مع دارة وبودوا الشباب يركضوا كأنه ولا واحد فيهم بتحركوا مع بعض متحركوش كفريق وهذا أيضا دول مدرب ولما نتكلم عن الهجوم اتكلمنا كثير غياب الحالة أو الفلسفة الهجومية الثابت للفريق وغياب أشكال وأفكار الفريق الهجومي حتخليه في مباراة يجيب قوال وفي مباريات ما يعرف يصنع فرصة واحدة حتخليه في مباراة يمسك كرة وفي مباريات كثيرة ما يعرف يلمسها وهذا اللي صار وهذا كله يلام في سلشاير حكيت في الحلقة الماضية كثير عن سلشاير بس ملخص الموضوع اللي بده مدرب بس عشان بده ينظف غرفة تغيير الملابس هذا الشيء مش منطقي واللي بده واحد عشان يعيد قصة فريكسون هذا الشيء مش منطقي لو فريكسون نفسه يطلع الآن بكورة القدم ويعيش أربع مواسم سيئة حينقال في فرق بين زمن هذا وزمن الماضي الشيء الأكيد الأكيد إنه سلشاير لو ضل حينجح بعد ثلاث أربع سنين حيجيب دوري كمان إلا مش عاجبكم بس هذا مدرب ما هيحل ولا مشكلة بإيده كل مشاكله هيحلها بشراء اللاعبين حتى لوكشون اللي كان يلمدي حين الموسم الماضي شوفوا مستوى الموسم الهان كل حلو المشاكله ناكسه جنح أيمن حيشتري جنح أيمن ناكسه لعب وسط حيشتري لعب وسط ما حيدور على أفكار وما حيعيش موسم ويتطور بدون سوق انتقالات فيها ثلاث أربع لعبة ممتازين وأحسن من لعبته في المقابل شوفوا أهمية الفلسفة عند لبربون الفريق اللي كان جمهوره زعلان بصدت أنه ما شترى لاعبين وكانوا ينتقدوا الإدارة لكن وجود فلسفة ثابت نهج كروي ثابت اسلوب إنت عارف شو محتاج فيه واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة من النواحي البدنية والسرعة والأسماء خلال لبربون ماشي ممتاز حتى الآن في هذا الموسم ممكن يجيب الدوري ممكن ما يجيب الدوري ما منعرف لساتنا منتكلم عن الثلث الأول تقريبا أو حتى الربع الأول من الدوري بس لكن وجود مدرب عنده فلسفة عنده فكر واضح اللاعبين صاروا فهمينه وحافظينه خلص الأمور سهلة الأمور تقدر تكمل موسم ثاني بدون انتقالات موسم واحد وتعالج بعض عيوبك بتغيير شوية الأفكار بس ليفربون تحسن بدنيا عن موسم الماضي اللي كان عنده مشاكل بدنية واضحة فيه وشفنا مستوى حتى الآن كيف مختلف أيضا بتشعر فيه التزام عند المدرب انه آه ما جابوليش لعيبي أنا مطالب أطور اللاعبين اللي عندي أحاول معنا بيكيتا اللي بنتمنى له الشفاء العاجل طبعا والباقيين يعني أي لعب عندي بداحاول أعطيه كيرتز جونز أعطيه فرصة إليوت قبل الإصابة أعطيه فرصة مش بس يلا جبولي أنا خلص فاندي بيك مش عاجبني طلعوا لي برا فلان مش عاجبني طلعوا لي برا وما فيش تلعب خلص يلا ما فيه تلعاب وجبولي لعيبه زي اسلوب الولد دلوع فهذا الفرق هذا اشتغل هذا ما اشتغل هذا عنده فلسة في ثابته عارف انه هذا السوق بتكفيه ولا لا وهذا ما عندهوش فلسة في ثابته فمش عارف والله لو اشتروا روح 11 لعب حتوزبط معه ولا لا فاللي بدهم اياه عشان غرفة تغيير الملابس هادئة وجميلة خلي والاندي الثانية هي المستفيدة ونختم مع اسطورتنا محمد صراح صاحب الهاترك اللاعب اللي بصراحة كل يوم عن يوم الواحد لما يشوفه بفرح بفرح ببتهج انا شخصيا من الناس خلين احترف لكم بشغل كثير طرعوا لعبين عرب محترفين وحققوا انجازات وهيك ما فيه لاعب واحد فعليا يعني ابهجني جدي عندما اشوفه هيك بتحسوا ان واو عندنا شي زي هيك احنا عندنا هادا المستوى فيه لاعبين انه ممتازين ودخلوا بدقرة القساطير في عنديتهم بس ما فيه واحد خليني احضر ايك وانا مبسوط انه عندي واحد اطلع غريد اقولكم لا احسن لاعب بالعالم طبعا هون فيه نقطة فيه نقطة بالتعليقات اللي كنت اشوفها اللي بطلع بقولك ايه تطبيل ومبالغة وابصر بتلم ابصر شو لايكات وبتلم ريتويت اللي بحكي هذا الكلام اللي بحكي بمدح صلاح الان اللي بمدح صلاح بهاي السنة اللي بحكي هذا كلام تطبيل وهذا كله هذا لازم الان يلقو اشتراكه ببي ان سبورتز حرفيا لازم الان لانه حرام يضيع وقته ويحضر مباريات حرام يضيع وقته ويحضر كرة قدم انه لسه بيشعر انه مبيح صلاح فيه تطبيل ولازم سؤال ثاني يكون اصلا هو اصلا بيحضر مباريات ولا جاي يعلق معها اللي بيعلقوا وبس الجزء الثاني في مشكلة لما اقلع تعليقات الناس او اناقش ناس واصدقاء مشكلة كبيرة لما يجو قارنه صلاح بميسي او برونالدو على مسألة الكورة الذهبية فيت سبعين بالمئة من مقارنتهم بالماضي بالذاكرة بقبل الخمس سنين تذكر الابسار وينتا هذا يعني فيه غش في ظلم لصلاح فانو تجي تقارن اي لاعب بقرط القدم بمسيرته بمسيرة ميسي او مسيرة رونالدو هيخسر بس تم تجي تقارن سنة بسنة لا اعذرني صلاح افضل لاعب بالعالم وانا بقول لك توقعي الشخصي ميسي حيفوز بالكورة الذهبية يعني بميل لهذه الفكرة مثلا بالنسبة لي احسن لاعب هادي السنة هو محمد صلاح مش عشاء متقوليش نص الموسم صراح الموسم ماضي كان كويس اللاعب الموسم الماضي يمسجله 31 جول صانع 6 اهداف وكان فعليا يعني هو احسن موجود واحد بليفربول ليفربول كله كان نازل بس كان لعب كويس والموسم الماضي اللي حققه هو بشبه اللي حققه التانيين اللي الناس بدهم يفوز بالكورة الذهبية تقريبا كلهم ما فازوا بالقاب بستثناء كوبا امريكا طبعا ليفاندو بيسكي دايما بارمينخ بفوز بالدوري فببساطة شوف دور صلاح التكتيكة شوف دور الفني شوف كل هذا بعدين يتكلمني عن تطبيله وغيره بعدين شي ثاني لما تقارنوا بميسي ورونالدو اتمنى ما تظلموا بالماضي حاكموا على هذا الموسم قارنوا بهذا الموسم هون العدل انا بدني ما حكي بميل ميسي حفوز بالكورة الذهبية لكن لو انا يوما ما الي حق هذا التصويت حصوت لصلاح ومش لاني عربي لاني بحضر كورة قدم بس انوصلوا لنا هاي الحلقة بطلب منكم تتركوا لايك على الفيديو اتشايروا مع اصدقائكم والسلام عليكم ورحمة الله موسيقى